أحمد إضافة إلى الخسائر البشرية يرتفع الصوت عن الخسائر المادية باعتبار أن هذه المعركة هي الأعلى تكلفة من الناحية المادية في إسرائيل عماذا الحديث؟ بالفعل محمد تكلفة الحرب حتى الآن بحسب تقرير الصحيفة يدعو تحرنوت اليوم أكثر من 60 مليار دولار بما في ذلك المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى عشرات ألاف النازحين الإسرائيليين لكن هذه التكلفة حتى الآن ولا تشمل إعادة الإعمار المحتملة لبلدات غلاف غزة بالإضافة إلى ذلك تقدر يدعو تحرنوت أن تكلفة القتال لوحده يوميا في قطاع غزة هو مليار شكل وبعد تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط تراجعت التكلفة اليومية إلى نحو 600 مليون شكل لليوم الواحد في قطاع غزة تكلفة أقل بكثير على الجبهة اللبنانية لكن في حال تدهورت الأوضاع أكثر هناك ربما تزداد تكاليف الجيش الإسرائيلي بشكل كبير جدا الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لإسرائيل لكنها حتى الآن لا تغطي ولا توقعات بأن تغطي الولايات المتحدة كافة الخسائر الاقتصادية لإسرائيل في هذه الحرب لذلك يتوقع الإسرائيليون خلال الفترة المقبلة رفع للضرائب من أجل تعويض هذه الخسائر الاقتصادية ولو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو عبر أكثر من مرة عن أنه يرفض رفع الضرائب بشكل عام تطرح أسئلة عديدة حول كيفية اجتياز الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة وما هي التكلفة أن استمرت هذه الحرب لقطاع غزة لفترة طويلة خصوصا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث بالأمس عن أن العام 2024 هذا العام سيكون كله عماء قتال في قطاع غزة كل هذه التفاصيل التي تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تلقي بذلالها على الاقتصاد الإسرائيلي الذي بدأ يعاني حتى الآن بدأت عائلات الإسرائيليين بشكل عام تشعر بثقل الوطأ الاقتصادية للحرب على قطاع غزة خصوصا العائلات التي فيها عناصر استدعوا إلى قوات الاحتياط وبالتالي تراجع دخلها بشكل كبير جدا خصوصا العائلات التي كانت تملك مصالح صغيرة مصالح عائلية وبالتالي عدد كبير من هذه المصالح أغلق بحسب ما يتحدث إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا كذلك توقعات بتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر كبيرة على إثر الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون بتعبير مسؤولين إسرائيليين على البحر الأحمر ويمنع مرور السفن التي تتجه نحو إسرائيل إحدى أكبر شركات النقل البحري الإسرائيلية وهي شركة تسيم زيم كما هو معروفة بأسمها الدولي أعلنت عن رفع تكاليف شحن المواد الآتية أو البضائع الآتية من آسيا إلى إسرائيل بألف دولار للحاوية الواحدة عادة كل سفينة فيها عشرات الحاويات هذا يعني أن كل سفينة قادمة من الشرق إلى إسرائيل ارتفعت تكلفة الشحن بها بعشرات ألاف الدولارات للنقلة الواحدة هذه أمور تلقي بأثرها على الاقتصاد الإسرائيلي وتوقعات بتراجع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خصوصا أن نسبة كبيرة من قطاع الهايتك الإسرائيلي وهو أهم قطاع من ناحية الواردات أو من ناحية الدخل في إسرائيل نسبة كبيرة من الشركات المالكة هي من خارج إسرائيل وبالتالي هناك مخاوف أنه في حال استمرت هذه الحرب أن تسحب هذه الشركات استثماراتها من إسرائيل إلى دول أخرى اشتركوا في القناة